ده بالنسبة لإزاي أنت ابتديت؟ بعد كده ابتديت تعمل حاجات مختلفة وكتير على السوشيال ميديا قولنا بقى ابتديت بإيه؟ والله أنا بحاول أعمل كل حاجة عارفة أنا نفسي أعمل كل حاجة في الدنيا بس إحنا أقول ما ابتدينا ابتدينا بحوار الموفي ريكابس دي الكوميدي اللي إحنا بنعملها أنت تجيبي فيلم أو مزلزل وتحكي بطريقتك أنت بإفاتك أنت بالطريقة اللي الناس تحب أنها تسمعها منك أنت مش مجرد بتحكي الحاجات دي أكتر حاجة تشافت بالمناسبة أكتر حاجة نسحبتني عشانها بس في نفس الوقت ممكن تدخل تلاقي كوميدي كده حد بيقولك أنت دمك يلطش المشاعر أنت دمك يقرف بطل سخافة بقى أنت دمرت الفيلم فحسيت أن أنا ممكن أكسب الجمهورين فعملنا حاجة اسمها فيلم في الخمسينة أن احنا نركاب الأفلام من غير كوميدي عشان الناس اللي ما بتحبش خف الدم الهيلة دي وزي ما احنا بنعمل كوميدي أنت أحرفها من أنا ممكن أكسب جمهورين عكس بعض وفي ناس طبعا مش عجبها الاتنين أصلا لحد ما في رمضان 2021 بالصدفة كده مش فاكر كان كنت عايزة عمل حاجة على فيلم عربي ومعرفناش بسبحة أول ملكية فقلت رمضان ده ناخده أجهزة فحد قال لي لأ تم ده سيزن رمضان قعدنا ننكر إزاي الكوب ريتس فقلت نطلع بنفس سنة بقى أطلع أهزر على كان الأول بهزر عادي لحد ما الحوارب وصل للكوارس إن أنا أطلع أهزر على الأفلام والمسلسلات فحسيت إن ده لاين جديد وحسيت إن الناس تحب رأيي أصلا ده كانت حاجة غريبة بالنسبالي أنا بحب السينما والفن وبقى طول عمري بتفرج على الأفلام واشتغلت في الميديا والكلام الضريف ده بس إنك تقول رأيك والناس تحبه ودي حاجة مسهلة يعني إنه قد ممكن الناس ما يحبههم مش أصلا فده كان لاين جديد كده كان حاجة جديدة ضفناها إن إحنا نطلع نقول رأينا وفدلنا شغالين ثلاث حاجات دول حوالي ثلاث سنين لحد ما مؤخرا عملنا حاجة جديدة اسمها هم ميدنايت إن أنا بتشتم كتير قوي إن من ناس معينين أو ما بيحبوش الكونتنت إن هم بيشوفوا إنها ما بفهمش ممكن بقى عندهم حق الله أعلم مين بقى لهم ما بيشوفوا إنها ما بفهمش الناس اللي بتتفرج العملالك فالو ولا النقاد مش كل النقاد يعني فيه نسبة من النقاد نسبة من الصحفيين نسبة من الفنانين نسبة من الناس العادية شايفين أنت بتقول رأيك لي فهي فيه ناس كتير كانوا بيتكلموا أنت بتقول رأيك لي ناس تقول أنت بتدمر السينما ناس تقول لا ناس بتقول آه طبعا هاي اللي أنت بتعمله